يبدو بأنه قد نشهد المزيد من الفائدة السالبة خلال الفترة القادمة وهذا ما لمح إليه البنك المركزي الإنجليزي في اجتماعه يوم الخميس طبعا البنك المركزي الإنجليزي أبقى على معدلة الفائدة دون تغيير عند 0.1% وبنمج شراء الأصول أيضا دون تغيير عند 745 مليار جنيه سترليني وهذا لم يكن مستغل من الأسواق كان متوقع إلى حد كبير أما بالنسبة لمستهدف التضخم فأيضا عند الـ 2% وطبعا هذا كانت تطور السياسة الفائدة البريطانية خلال فترة أزمة كورونا كما شاهدنا مع سائل بنوك المركزية الأخرى هذه الفائدة تراجعت إلى الصفر وهي مستمرة وقد تستمر ربما لسنوات قادمة أما بالنسبة لأبرز ما جاء في قرارات بنك إنجلترات طبعا كانت تصويت لجميع الأعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية دون تغيير لتسعة أعضاء أشارت إشارات عدة عن أمكانية التوجه إلى النطاق السالب وهذه هي كانت النقطة الأهم في هذا المحضر أو هذا الاجتماع الذي كنا سمعنا خلال الفترة الماضية يعني ربما من وراء الكواليس بأن هذه الفكرة قد تطرح ولكن هذه المرة بالفعل طرحت رسميا وبالتالي في شهر نوفمبر سنعلم بأنه هل سيكون هناك أمكانية لتطبيقها وخصوصا بأنه هناك الكثير من المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد البريطاني خلال الفترة القادمة مع منافع البريكزيت بالإضافة إلى عودة ارتفاع الأعداد لإصابات في فيروس كورونا وهنا طبعا كان قد حذر أيضا مك المركزي من حالة عدم يقين غير مسبوقة بشأن الاقتصاد نتيجة هذه العوامل أما بالنسبة لأبرز مؤشرات الاقتصاد البريطاني فالنتج المحلي الإجمالي في يوليو هو كان أعلى بنسبة 18.5% من أبريل لكن طبعا نعلم بأن أبريل كان وصل الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوياته ولكنه على رغم هذا الارتفاع القوي يبقى أقل بنحو 11.5% من مستويات الربع الرابع من العام الماضي 2019 أما بالنسبة للتوقعات النمو بالربع الثالث فيتوقع تراجع بنحو 7% عن مستويات الربع الأخير من العام الماضي أي أنه على الرغم من أيضا هذه التحسنات في المؤشرات الاقتصادية يبقى الاقتصاد متباطئ لقررناه مع الفترات الماضية بالنسبة للتضخم يتوقع أنه سيبقى دون مستويات الواحد في المئة إلى عام 2021 وربما هنا هذه التوقعات أيضا قريبة من الفيدرالي الأمريكي ومستويات تضخم بنهاية أغسطس الماضي هو كان عنده 0.2 في المئة طبعا هذه كانت أهم ما جاء في لدى البنك المركزي الإنجليزي ولكن النقطة الأهم هي أنه من الممكن أن نشهد فائدة بالنطاق السالب خلال الفترة القادمة